هنروح مع حضراتكو للتجمع الخامس كلنا عارفين طبعا الغابة المتحجرة اللي كانت من ملايين السنين عبارة عن رقعة خضراء وأشجار تحولت مع مروب الزمن إلى بقايا أشجار متحجرة المنطقة كلها اتحولت إلى أثر جيولوجي نادر تم إعلانها محمية طبيعية سنة 1989 إيه قصة الغابة المتحجرة وليه أصبحت بهذا الشكل وإيه تأثير التغيرات المناخية عليها كل ده هنعرفه من خلال هذا التقرير في المنطقة القاهرة الجديدة وعلى مساحة سبعة كيلو متر بتتواجد محمية الغابة المتحجرة واللي شهدها على أثر التغيرات المناخية عبر ملايين السنين عشان تتحول من غابة خضراء لمنطقة صحراوية فيها بقايا جذوع وسقان الأشجار الضخمة المتحجرة واللي بيحولها لمتحف جيولوجي مفتوح منطقة الغابة المتحجرة أو ما يطلق عليه جبل الخشب هي ظاهرة جيولوجية ترجع لعصر الإليجوسين وده من 23 ل 33 أو 34 مليون سنة تقريبا وده طبعا لو إحنا جينا ناخد نفس النقطة على وجه الكل الأرضية من 35 مليون سنة في وجود الشجر اللي موجود فده دلالة على تغير المناخ اللي حصل وطبعا من الأشجار اللي تعرفت هنا فيه تلات أنواع من النخيل وفيه بعض الأشجار اللي هي لا تنمو غير في وجود أمطار بشكل وجود مصدر من المياه بشكل وفير والعصر التروبكا اللي هو العصر المطير يعني وبعد كده بدأ عصر الإليجوسين اللي هي بدأت ظهور الأرض وبنتيجة الحركات الأرضية والحركات البركونية بدأت ظهور أجزاء من اليابسة بيطلع بينمو عليها أشجار ويطلع وجد حيوانات فده كان أكبر نموذج نقدر نقول عليه نموذج ممثل لشكل كامل للتغير المناخي من وضع شديد الخضار من وفرة شديدة في المياه من وفرة شديدة في الأمطار بشكل عام وفي المياه الجوفية ارتفاع بشكل كبير إلى شكل إذا ما احنا حضراتكم شايفين أن الأرض قاحلة بشكل شبه تامي تحجر ده تم زي دي كانت أشجار حية إن حصرت المياه بدأت تقل الأمطار بدأ يتغير المناخ بالشكل كامل فطبعا حصل لها جفاف وسقطت على الأرض في نظريات طبعا بتقول بعد الحصار البحر بدأ زهور والحركات التكتونية اللي حصلت في الأرض والزواهر البركانية بدأ يظهر على سطح الأرض في مصر أنهار عدة أنهار منهم النهر اللي احنا وقفين فيه اللي هو كان يعني المصاب بتاعه جبل عتاءة والمنطقة الخلفة وجبل الجلالة فطبعا الأنهار دي هي اللي نقلت هي اللي عملت تحريك للأشجار ورست في مناطق اللي هو بيسموه الحمل الناري اللي هو بيبقى شيء لما فيه حركة المياه وانسياب المياه فاتنقلت في أماكن وطبعا بعد انحصار المياه وجفافها سيبتت في بعض الأماكن هي موجود منها جزء على الطريق السويس وجزء هنا وممتدة لحد جبل أطراني الأجزاء هنا طبعا بسبب إعلانها محمية تكاد تكون نموذك فريد في بعض الأماكن غير محمية بتتكسر أو وجود الأعمال تحجير أو ما دون ذلك اللي بيكسر بيهدم شكل التحجر بتاعها لكن عندنا هنا الأشجار زي وانتوا حدوكوا شوفتوا ورايا هنا وفي الأماكن دي شجر بشكل كامل ويعني وفي أماكن عديدة من المحمية أشجار شبهة مكتملة لو ما انتبهناش للتغارات المناخية فأعتقد هنفقد يعني هنفقد جزء كبير مما هو متاح من موارد طبيعية اللي هي الحياة قايمة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر